معكم مشاهدين الكرام هذا المؤتمر الصحفي لوزيري الصحة والدفاع التركيين أهم ما قيل في هذا السياق أن أعداد الوفايات للأسف الشديد وصلت إلى 5.434 حالة وفاة جراء الزلزال وأكثر من 31.700 حالة إصابة حتى هذه اللحظة دعونا نذهب لإدلب ومن هناك مرة أخرى أحيي سيد مونير مصطفى نائب مدير الدفاع المدني السوري للشهون الإنسانية سيد مونير أحييك وأتمنى أن تعطينا ملخصا عن الحالة لديكم الآن في إدلب كيف هي في الحقيقة هناك صراع مع الوقت صراع مع الزمن لانتشار العليقين تحت الأنقاض من أجل الوصول إليهم قبل أن يفارقوا الحياة للأسف ارتفع عدد أو حصيل الضحايا الزلزال إلى أكثر من ألف وسبعة عشر شخص حتى الآن هم من فارقوا الحياة وفقدوا حياتهم جراء الزلزال عدد المصابين تجاوز عتبت لألفين واربعمائة مصاب طبعا هذه الأحصائية هي تخص منطقة شمال غرب سوريا فرق الدفاع المدني بالإمكانيات المتوفرة فرق بالفرق البيضاء بالإمكانيات المتوفرة بين يديها هي تحاول أن توجه الفرق لانتشار العليقين حتى الآن لا يوجد أي مساعدات بالرغم مساعدات دولية وصلت عبر الحدود بالرغم من إطلاق مناشدات طبعا من ساعة الأولى لحدوث هذا الزلزال حقيقة الوقت ليس في صالح العليقين تحت الأنقاض كلما كان هناك تأخير بوصول فرق الأنقاض لسحب العليقين تحت الأنقاض تكون فرص النجاة قليلة أيضا فصل الشتاء والأجواء الماطرة وانخفاض درجات الحرارة يساهم بشكل أو بآخر أيضا من معاناة العليقين تحت الأنقاض ومن معاناة السكان الذين هم باتوا في العراء خارج منازلهم المتصدعة التي يخشى سقوطها جراء الهزات الارتدادية التي حصل منها العشرات بل مئات منذ وقوع الزلزال حتى الآن تساهم فرق الخوز البيضاء مع المنظمات المحلية ومع المدنيين بتقديم مأوى من الخيام من أجل إيواء مؤقت لهؤلاء العوائل لحمايتهم من برود الشتاء والأمطار ماذا تحتاجون أخي مونير حتى تستطيعون القيام بعملكم في انتشال الضحايا أو حتى الناجين تحت الأنقاض في الحقيقة نحن نحتاج آليات ثقيلة آليات تستطيع رفع الأصبات البيتونية الثقيلة نحتاج معدات من أجل رفع الأنقاض مخدات هوائية مباعدات هيدرونيكية معدات تقنية نحن نملك جزء من هذه المعدات ولكن الكارثة التي حصلت داخل سوريا هي كارثة غير معهودة كارثة لم تحصل من قبل في الداخل السوري فلذلك المعدات الموجودة بين يدينا لا تكفي للإستجابة السريعة نحن نتحدث عن 72 ساعة هي الوقت المناسب لصحب العالقين وهم على قيد الحياة عندما يتجاوز الوقت هذا الزمن يكون هناك فرصة انتشال أحياء من تحت الأنقاض تكون فرصة قليلة جدا فنحن في صراع حقيقي مع الزمن قلت هذه المعدات قلت هذه المعدات ساهمت بعدم وصول فرق القوات البيضاء إلى بعض الأماكن حتى تسحب العالقين من تحت الأنقاض هذا ما توجهنا به بنداء استغاثة لكافة الدول لإيصال هذه المعدات عبر الحدود السورية التركية نحن ندرك أن الوضع في تركيا وضع أيضا مأساوي ولكن هذا لا يعني أن الوضع في شمال غرب سوريا هو وضع جيد للأسف المدن أغيرها باتت مدن منكوبة بعد حدوث هذا الززال أخيرا حتى لا أطيل عليك وأنا أعلم أن وراك الكثير من الأعمال المهمة ما الذي يمنع دخول المساعدات إليكم في الشمال السوري أخي مونير في الحقيقة منذ البارحة تم إعلان إغلاق المعابر بين سوريا وتركيا طبعا لأسباب لوجستية لأسباب تضرر هذه المعابر جراء حدوث هذا الززال ولكن نحن نناشد الحكومة التركية وكافة الدول العالم أن يكون هناك معابر مؤقتة على طول الحدود السورية التركية ليصول هذه المساعدات ولا أظن أن هذا شيء مستحيل بل ممكن أن يكون هذا الشيء موجود وممكن أن يساهم هذا الأمر بتخفيف معاناة الشعب في شمال الغرب سوريا السيد مونير مصطفى نائب مدير الدفاع المدني السوري للشؤون الإنسانية شكرا جزيلا لك ودعوني أؤكد على ما ذكر السيد مونير مصطفى أنهم حتى هذه الآن يعملون بأقل الإمكانات لمحاولة إخراج المحاصرين تحت الأنقاض ويقول أن بعد 72 ساعة من الصعوبة أن يكون هناك أحياء تحت الأنقاض إذن الوقت المتبقي للأسف الشديد هو ضئيل والرجل يناشد الجميع للمساعدة تحت الأنقاض